أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلينا ناخد بعض أسئلة حضراتكم لمستر وجاستي بوشو وحي يجاوب عليها هو معنا على هوا على طول نورا الحكيم بتقول أنا مليش سؤال بس بشكرك على تغيير شكل الفريق وعلى عودة روح وشخصية البطل بالتوفيق فيما هو قادم وعايزين كل البطلات دي نورا شكراً جزيلاً يا نورا سيد أبو ليلى بيقول كرة السلة لعبة ثواني تحرق الأعصاب وأعتقد أن الأهلي طالما الأهلي خلص المطش في الشوت الأول وفي الفترات الأولى يكون أسهل في الحسم وهل الأهلي في احتياج لأي تدعيم بعد التدعيمات الجديدة وتصعيد الشباب أي دعم هو مرحب به للغاية أنا أعرف أن الوقت صعب بسبب كورونا وبسبب أن بعض الصلاة ليست مفتوحة ولكن عندما يستطيعون الجماهير أن تأتي إلى صلاة النادي الأهلي فكل الدعم مطلوب ونشعر ذلك على طريق المنصات منصات التواصل النادي بيقول مدرب محترم جدا كل الناس كثيرة كتبالك بنحبك جدا محمد خليفة بيقولك ننتظر منك الكثير لكرة سلة الأهلي والسيطرة على كل البطولات يا ماجيكو حنان بتقولك جمهور الأهلي كله بيحبك وكله ثقة فيك إنك هتوصل بسلة الأهلي لحتة تانية نجلاء فتحي بتقول مدرب قدير نحبك وننتظر منك الإعجاز وليس الإنجاز فقط إيمان حلمي بتقول شوفنا معاك فريق كرة السلة اللي بنتمنى تستحق منا كل الدعم والاحترام والتقدير أهلاوي وأفتخر بيقول شكرا وجستي مدرب كبير وبصمتك البصمة بتاعتك واضحة على الفريق نتمنى مزيد من البطولات مع نادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا أحمد بيقولك بحبك جدا أحمد بيقولك هل يمكن أن أقول شيئا أنا أحب وأقدر هذه الكلمات المرحبة من الجمانير ولكن لا نريد أن نركز على المدرب فقط نحن فريق مدرب بدون لاعبين مميزين أنا لا يستطيع أن يحرز أي بطولات وأنا أود أن يشعر اللاعبين بكل هذا الحب الذي أحصل عليه وأنا بالتأكيد أنهم يحصلون على هذا بالزبط كل اللاعبين الحقيقة في النادي الأهلي بيحصلوا على هذا الحب من كل جبور النادي الأهلي 70-80 مليون أهلاوي خالد نطمع في بطولة أفريقيا والدوري إن شاء الله تمام حسن أشرف ننتظم منك الكثير لكرة السلة والسيطرة على البطولات عبد المنعم بداية رائعة مع الفريق بالفوز بالبطولة العربية لأول مرة في تاريخ ندينة طبعا كلنا شفنا بصماتك مع الفريق في البطولة دية وبإذن الله مزيد من البطولات مستر أوجستي من أعظم المدربين اللي ميسكو ده بيتر رائف بيقول أعظم مدرب من المدربين اللي ميسكو فريق فرق جامعية في النادي الأهلي شخصية عظيمة زكاء رهيب بيفكرني بشخصية البروفيسور في لكذا دي بابل ده حاجة تانية أنت شخص عظيم وأنا بحبك جدا يا بروف ترجمة نانسي قنقر